موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياهلا ومرحبا فيكم مشاهدين في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية مع السيد ميروس لابسكوب مجرم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اللي نأمل في هذه الحلقة أنه يجيب على الكثير من التساؤلات المطروحة في الشارع الرياضي لكن في البداية الرحب بضيفنا العزيز في الستيديو الكابتن ميروس لابسكوب مرحبا في بحراء سبورت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك على المشاهدة هنا في بحراء سبورت مرحبا طبعا مسيرة السيد ميروس لابسكوب نشاهده في هذا التقرير بولد في الثالث عشر من نوفمبر الف وتسعمائة وخمسة وستين مدرب كرة قدم تشيكي ميروس لابسكوب كان أحد أنجح المدربين لمنتخب جمهورية تشيك تحت العشرين سنة بتحقيق المركز الثاني في بطولة كاس العالم تحت العشرين لكرة القدم في العام الفين وسبعة وكان أيضا مدربا لمنتخب جمهورية تشيك تحت التسعة عشر سنة الذي حقق المركز الثالث في بطولة أوروبا سنة الفين وستة في بولندا كما تولى تدريب منتخب مصر تحت العشرين سنة أصبح مدرب فريق سلوفاكو ليحل محل جوزيف مازورا في الثامن عشر من إبريل الفين وعشر لم يبقى سكوب بعيدا عن التدريب عندما تولى تدريب دين مواتشيسكي بوديو فيتسي أما في الثالث عشر من مايو من عام الفين واربعة عشر تم تعينه مدربا لمنتخب اليمن تعتبر أبرز انجازات سكوب المركز الثالث في بطولة أوروبا في بولندا بطولة كاس العالم تحت العشرين في كندا مع جمهورية تشيك المركز الثالث في استطلاع مدرب العام في جمهورية تشيك أيضا كاس تولون في فرنسا مع المنتخب المصري تحت العشرين كاس الأمام الافريقية تحت العشرين وبطولة العالم في مصر مع نفس الفريق دورة الألعاب الأولمبية مع المنتخب اليمني واستطاع أن ينقل المنتخب اليمني من تصنيف مائة وستة وثمانين إلى مائة واربعة وستين في السابع والعشرين من يوليو 2016 تم تعين سكوب مدربا جديدا لمنتخب البحرين استطاع رفقة المنتخب البحريني التأهل رسميا إلى نهائيات كاس أسيا 2019 في الإمارات قاد سكوب المنتخب الأحمر في بطولة كاس الخليج العربي الثالث والعشرين التي أقيمت في دولة الكويت وأوقعته القرعة في المجموعة الثانية واستطاع أن يحتل وصافة المجموعة في الدور النصف النهائي خسر من عمان بهدف دون رد ليخرج من البطولة ليكون سكوب من أفضل المدربين الذين يتعاملون مع صغار السن سكوب مع المنتخب البحريني قصة مستمرة عود لكم من جديد الآن يمكن نبدأ الحديث بداية عن تعاقد السيد ميروسلا بسكوب مع المنتخب البحريني كبثن يعني بعد ظهورك المميز مع منتخب اليمن في خليجي 22 جاءت خطوة تعاقدك مع المنتخب البحريني من بعدها ما هو الهدف الذي سعيت لتحقيقه مع المنتخب البحريني وكيف رأيت لهذا التحدي الجديد عندما كنا مع منتخب اليمن خضنا كأس الخليج 2014 في الرياض قدمنا أنذاك أداء جيدا بشهادة الجميع فقد ظهر وقتها المنتخب اليمني بصورة قوية خلال مباريات البطولة بعدها تلقيت عرضا من الاتحاد البحريني لكرة القدم لقيادة المنتخب الأول وإعداده لتصفيات كأس آسيا وبناء أساس قوي لمنتخب يهدف للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وبعد وصولي للبحرين بدأت أبحث عن جودة اللاعب البحريني وأطلع على كل الأمور المتعلقة بكرة القدم هنا كالملاعب والأندية وغيرها بدأت بأمر مهم لماذا المنتخب البحريني لم يحقق نتائج جيدة من 2010 لغاية الآن في كل البطولات وذلك كان الهدف الأول لي أما الهدف الثاني فكان وضع استراتيجية مستقبلية واضحة الملامح لأن دونها لن تستطيع بلغ هدفك أبدا فكنت أضع دائما خطة عمل قصيرة المدى تتحدد وتتجدد كل ستة أشهر وأخرى طويلة المدى لفترات أبعد من ذلك كابتن بما أنك تكلمت عن المسابقات المحلية لنتحدث أولا عن مستوى المسابقات المحلية في البحرين كيف وجدتها وأنت أعتقد بأنها تساعد على تطوير اللاعب البحريني إنها ليست إجابة سهلة إذا كنت ستتحدث عن المنتخب الوطني فهو بالتأكيد مرآة للمنافسات المحلية وإذا كنت تريد تقييمة للمنافسات الكروية في البحرين لنتحدث بصراحة فذلك يعتمد على البيئة المتواجدة لكرة القدم من ملاعب وأندية وأوضاع اللاعبين نحن نطالب بنتائج احترافية للمنتخب في حين أن دورينا ليس كذلك وليس كل الأندية تملك المنشأة المثالية التي تساعد لتطوير اللاعب من حيث جودة الملاعب والمرافق من ناد صحي وغيره ولا نخفل كذلك عن أوضاع اللاعبين بحيث أن 70 إلى 80% من لاعب الدور البحريني هم هوات في الواقع يذهبون لأعمالهم صباحا ومساء يتدربون مع أنديتهم ربما في بلد جمهورية الشيك الذي يعد بلدا صغيرا في الواقع هذا الوضع يتواجد في الدرجة الثالثة فما دون وهو بالتأكيد وضع لا يساعد كثيرا على تطوير اللاعبين تقدمت كابتن بالعديد من المقترحات لتطوير المسابقات المحلية لعلم أبرزه وزيادة عدد المباريات وكانت المقترحات عبر إقامة مثلا ثلاثة أدوار للدوري والاستمرار بنظام الذهاب والإياب لبطولة الكاس تعتقد بأن اللاعب البحريني في ظل هذه الظروف بحاجة إلى مزيد من المباريات؟ إذا كنت تريد أن تقوي الدوري لديك كيف تستطيع فعل ذلك؟ لديك طريقتين فقط لعب المزيد من المباريات بمستوى أعلى لأن الوديات لا يأخذها اللاعبون على محمل الجد لكن مباريات الدوري تختلف كليا من الناحية التنافسية أما الطريقة الأخرى ترتيب المزيد من الحصص التدريبية لأنك إذا تدربت لمرة واحدة في اليوم فمستواك على الأرجح سيبقى في نفس الدرجة ومن الصعب أن تتطور في فترة وجيزة وذلك ينطبق عليك أيضا إذا ذهبت للنادي الصحي لمرة في الأسبوع أو مرة في اليوم أو مرتين في اليوم هل تعتقد بأن نتائج التدريب ستكون مماثلة في كل الحالات؟ لذلك نحن نفكر في حلول بديلة يمكن تطبيقها الشيء الأول فكرنا في اللاعبين الأجانب لأن هنا في البحرين لدينا عشرة فرق فقط في الدرجة الأولى والتسعة في الثانية قبل موسمين عندما أوقعت عقدي هنا كان كل نادي يمتلك أربعة محترفين أجانب لنقم بعملية حسابية سريعة لدينا مئة لاعب في الدرجة الأولى من دون حراس المرمى منهم أربعين لاعب أجنبي وفقط ستين لاعبا محلي في كل المراكز لذلك عندما أقوم بتصفية اللاعبين وأستقر على أربعة وعشرين لاعبا ستجد بأن من كل ثلاثة لاعبين في الدوري واحد في المنتخب الوطني لذلك خياراتي ليست بالكثيرة ماذا نستطيع أن نفعل حيال ذلك؟ أعتقد أنه من الأفضل الدوري تقليص عدد اللاعبين المحترفين صحيح بأن الدوري هنا يحتاج لللاعبين الأجانب وكل دوري في العالم بحاجة لهم في الواقع لأنهم يسهمون بتطوير اللاعب المحلي من خلال احتكاكه بمستويات أعلى وعقليات مختلفة ولكنني أرى بأن محترفان اثنان هم كفاية للدوري البحريني المشكلة كذلك بأن معظم الأندية تعتمد على الأجانب في نفس المراكز على الأرجح قلب الدفاع الوسط الارتكاز والمهاجم لأنها مراكز حساسة بالنسبة للفريق ولكن أين اللاعب البحريني من هذه المراكز؟ الآن عندما أريد الاختيار في مركز الهجوم مثلا فكم خيارا أملك من بين الأندية العشرة؟ من خمسة إلى ستة لاعبين فقط لك أن تتخيل ذلك النقطة الثانية لنفكر بمساعدة المنتخب للمستقبل كيف سيكون ذلك إذا ما رغبنا بالتأهل لكأس العالم 2022؟ أي جيل سيلعب بتلك البطولة؟ من 2016 إلى 2022 لدينا ست سنوات فقط الجيل الذهبي في كل بطولة عالم دائما ما يكون معدل أعماره من 26 إلى 27 سنة فإذا كنا نريد التأهل لكأس العالم أي جيل سيكون بذلك العمر في ذاك الوقت؟ الذين هم بعمر العشرين الآن فلنركز على تطوير هذا الجيل وكيف سيكون ذلك طالما أننا لا نملك مسابقات محددة لهذا العمر؟ ونحن ليس بحاجة لها وأتمنى أن لا يتم استحداثها لأنه من المهم بالنسبة للعبين في هذا العمر أن يلعبوا مع الفريق الأول ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا بوضع قوانين بالتنسيق مع الاتحاد تجبر الأندية على إشراك لاعب تحت الواحد والعشرين سنة في موسم 2016 عملت على إحصائية بذلك ووجدت بأن ثلاثة لاعبين فقط في الدور البحريني يجدون مكانا في أنديتهم وهم بهذا العمر لكن انظر الآن هناك ثلاثون لاعبا يشاركون باستمرار وهذا شيء إيجابي للغاية لذلك يجب أن تجبر الأندية على مشاركة الشبان عبر القواعد والقوانين والاتحاد كان متجاوبا للغاية من أجل هذه النقطة الآن أنا ومدرب المنتخب الأولمبي لدينا العديد من الخيارات التي نجدها تلعب باستمرار الأمر الثالث كيف للعبين أن يتمرنوا بشكل أكبر النقطتين السابقتين تحت أيدينا لكن هذه ليست كسابقتها لأن اللاعبون ليسوا محترفين فهم مجبورون على تنسيق بين أعمالهم وتدريباتهم أعتقد بأن حل هذا الوضع يجب أن يكون بمشروع دولة متكامل ينقل الدوري من الهواية إلى الاحتراف لدينا رؤية وأفكار لذلك الموضوع ولكنه في النهاية يرجع لأصحاب القرار كابتن الأندية التي احتجت على قرار تقليص عدد المحترفين من أربعة ثم إلى ثلاثة والآن إلى أثنين هي الأندية التي ترغب بالمنافسة خارجيا على البطولات الخارجية وهذا الشيء جيد لأنديتنا البحرينية في حال المنافسة على بطولات كأس الاتحاد الأسيوي مثلا ولكن هذا القرار ممكن سيقلص حظوظها قليلا في المنافسة على هذه البطولات الخارجية أتفق في ذلك الأندية محقة وأنا أتفهم وجهة نظرها لكن يجب علينا أن نوازن بين مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأندية إن كنت فقط تقدم مصلحة الأندية فلن تجد تطورا في المنتخب الوطني والاتحاد هو المختص بعملية التوازن هذه لكن في رأي شخصي إن كنت تملك نفس الميزانية والمبلغ المخصص للتعاقد أيهما أفضل؟ أن تملك أربعة محترفين أجانب بمستوى متوسط أو تقسم هذا المبلغ على محترفين اثنين بمستوى أعلى يصنعون الفارقة مع أنديتهم ويساعدونك على تطوير الدوري وبذلك تتيح المجال لعدد أكبر من اللاعبين المحليين للمشاركة ولكن إذا نظرت للمستوى الفني لفرق الدوري كالمحرق وغيره لقد قلصوا عدد المحترفين إلى ثلاثة ولكن المستوى الفني ارتفع في الواقع الموسم الماضي كان المعدل التهدفي أحد عشر هدفا في الجولة هذا الموسم ارتفع العدد إلى أربعة عشر وذلك يعد تطورا على الرغم من تقليص الأجانب ويمكن كذلك وضع حلول أخرى للأندية الراغبة بالتعاقد مع أكثر من لاعبين أجانب كالتي تفكر بالمنافسات الخارجية على سبيل المثال أن يتعاقدوا مع أكثر من اثنين ويلعبون بهم جميعا في المشاركات الخارجية وبثلاثة في الكأس ولكن عليهم الالتزام بلاعبين فقط في الدوري هذا الحل سبق وأن تم تطبيقه في دول أخرى كوتش من القرارات أيضا التي واجهت جدلا كبيرا في هذا الموسم هو ألزام الأندية بلاعب تحت 21 سنة أنت ترى بأنه يجب ألزامهم بثلاثة لاعبين تحت 21 سنة بدلا من لاعب واحد الآن مع انتهاء الموسم ما مدى نجاح هذا القرار في تحقيق أهدافه؟ كما سبق وإن قلت لك هذه النقطة همة جدا للمستقبل هم لا يساعدوننا كثيرا الآن ولكن سترى نتاج ذلك مستقبلا إنني أملك خبرة كبيرة وتجربة في هذا المجال في 2007 كنت مدربا لمنتخب شباب الشيك ووصلنا وقتها لنهاء كأس العالم في كندا لعبنا وقتها المباراة النهائية وخسرنا من الأرجنتين واكتفينا بالميدالية الفضية النقطة هنا كيف لم انتخب قادم من بلد صغير أن يصل لهذا المستوى ويواجه الأرجنتين بقيادة سيرجو أكويرو وماورو زاراتي في نهاء كأس العالم لأني وجدت فريقا كاملا تحت عشرين عاما يلعبون بانتظام مع أنديتهم في دور الدرجة الأولى وهنا يكمن الفرق عندما تظل تلعب في مواجهة أقرانيك من ذات العمر وبعدها لا تجد مكانا مع فرق الكبار فإن الهاجس لدى اللاعب سيظل كبيرا من مواجهة الأكبر منه وذلك لأنك لم تجد الاحتكاك الكافي بدور الكبار ولكن عندما تدخل مع الفريق الأول من عمر مبكرة تتمرن معهم وتخوض المباريات القوية فإن مستواك سيتطور بالتأكيد لنضرب مثالا أخر قبل سنة أو سنتين كنت أرى اللاعبون الصغار يلعبون بشكل جيد ولكن لا يحققون النتائج الآن قبل شهر واحد تقريبا حضرت مواجهة المنتخب الأولمبي ونظيره الإماراتي وفازوا يومها بثلاثية نظيفة لم يكن أحدا ليتوقع ذلك سأقول لك لماذا لأن هذا الجيل أصبح يلعب باستمرار أحمد بغمار حسين جميل وسيد هاشم هم يخوضوا مباريات أسبوعية مع الفريق الأول صدقني ذلك ليس بالصعب على الأندية هي فرصة لهم لإيجاد المزيد من اللاعبين واكتشاف المواهب الصغيرة وإن كانت فرق الفئات السنية لديهم ليست بالجيدة فيواصلون البحث خارج النادي عن مواهب أخرى تخدمهم في المستقبل ولو كنت أنا مدربا لأحد الأندية لن أتوقف عن البحث وسأنظر بشكل أكبر لفرق الشباب بالنادي وسأعمل مع مدربهم من أجل تطويرهم لأني مجبور على إشراكهم بالفريق وذلك ليس بالصعب ولماذا أقول لك يجب إشراك أكثر من اللاعب لأن اللاعب الواحد قد يتعرض لإصابة أو الطرد فيجب أن تكون لديك المزيد من البدائل ولذلك سبق وإن قلت لك بأني لا أفضل أن يكون لدينا دور أولمبي لأنه سيجعلهم يلعبون باستمرار ولكن في النهاية على نفس المستوى ولأن يتطوروا بشكل كبير والآن مع إشراك ثلاثة لاعبين تحت الواحد والعشرين عاما في الفريق الأول الأندية قدمت لنا ثلاثون لاعبا شابا مميزا وذلك أمر رائع البعض قد لا يثق في رأيي وقد لا يتفق معي ولكن انتظروا نتيجة ذلك بعد سنتين أو ثلاث لننتقل بالحديث الآن عن المنتخب الوطني خفت حد الآن ثلاثة وعشرين مباراة مع المنتخب فزت في تسع وتعادلت في عشر وخسرت في أربع المنتخب سجل تحت قاداتك ثلاثة وثلاثين هدف واستقبل خمسة عشر هدف كيف تقيم هذه المرحلة ذلك رائع بالنسبة لي لأني لعبت مباريات دولية ووجهت منتخبات مميزة كالعراق والإمارات وعمان وغيرهم ولكن كما سبقت وأن ذكرت لك لاعبون لا زال هو علينا أن نقيم ماذا فعلنا الآن بعد سنتين من العمل لقد تقدمنا خطوات عديدة بدأ من 2010 مع نهاية فترة مواطني وصديقي السيد ميلان ماتشالا بدأ المنتخب البحريني بالتراجع كثيرا وفي كل عام يتغير المدرب المسؤول عن المنتخب عندما أتيت إلى هنا تحدثت مع الشيخ علي وقلت له بأني لا أريد أن أقع في أخطاء المدربين السابقين ماتشالا عمل مع جيل ذهبي للمتخب من فترة 2006 لغاية 2010 النتائج كانت رائعة وكانوا على بعد خطوة من بلوغ المديال لقد كانوا رائعين بالفعل سيد عدنان إسماعيل عبداللطيف وسيد جعفر وحسين بابا وبقية المجموعة ولكن يجب أن تعلم للزمن أحكامه قد تملك الخبرة الكبيرة ولكنك لا تستطيع إيقاف عمرك الآن في السنوات الأخيرة البحرين افتقدت النجاحات الكروية على صعيد كأس الخليج أو التصفيات المونديالية فعملنا على إيجاد ثلاث لعبين في كل مركز الأول يكون بجودة عالية دون النظر لعمره الثاني بمستوى جيد ويكون بعمر بين الأشرين والأربعة والأشرين أما الثالث فيجب أن يكون في عمري التسعة عشر ولن في الجيل الذي خاض كأس آسيا للشباب في البحرين خيارات كثيرة لماذا نضع هذه المعايير؟ لأنك يجب أن تبني منظومة متكاملة تتغير وتتبدل دون أن يتضرر الفريق أما إذا قمت باختيار مجموعة كاملة من نفس العمر ونفس المستوى فقد تحقق نتائج وقتية بشكل أفضل ولكن كيف ستطعم الفريق وكيف ستحافظ على المنظومة؟ صحيح بأن النتائج ولا غير هي المهم في عالم الكرة فهي جيدة للعبين والجماهير والشعب والدولة كذلك لأن الجميع يعشق كرة القدم وهي تجلب الفرحة لدولة كلها ولكن يجب أن نؤمن بالعمل وإن العمل لابد أن يأتي بالنتائج عندما جلست مع الشيخ علي وعرضت عليه خطتي قال لي إذا رغبت بتغيير العناصر فيمكن كذلك لكن لا تنسى التغيير مع النتائج سويا ونجحنا في ذلك لحد كبير حيث أن أهدافنا الأولية كانت التأهل لكأس آسيا والظهور بصورة جيدة في كأس الخليج وذلك ما حصل بالفعل قد لا أستطيع الإشراف يوميا على المجموعة ولكننا نضع خططا مستمرة للتطوير اللاعبين ودائما أقولها باب الأحمر مفتوح لجميع اللاعبين المنتخب يتكون من 24 لعبا أنا أحافظ على 16 منهم كمجموعة الأساسية يبقى الباب دائما مفتوحا للبقية كابتن بما أنك تحدث عن تصنيف الفيفا وعن المنتخبات التي واجهناها لو عدنا لهذا التصنيف الأخير سنجد بأن أعلى منتخب واجهناه هو المنتخب الغرغيزي صاحب المركز 75 وهو الذي يتقدم حاليا على المنتخبات أخرى قد تفوقه في المستوى كالمنتخب الإماراتي والعراقي والعماني الذي ذكرتهم ألا تعتقد بأن المنتخب البحريني لم يواجه تحديات فعلية لحد الآن؟ تصنيف الفيفا صعب بالفعل بالنسبة لوطعنا نعلم كيف يتم احتساب النقاط والأهم هي المباريات الدولية ولكنه مهم فقط من أجل تحديد موقعك في القرعة لأنه دائما ما يتم تحديد المستويات بناء على هذا التصنيف دائما في أيام الفيفا نعمد اللعب مبارتين الأولى ودية والأخرى رسمية لم نفكر في الوديات إذا كنا نبحث عن النتائج فقط من أجل تطبيق طرق اللعب وتجربة المزيد من اللاعبين ومنحهم المزيد من الاحتكاك لقد أعطيتك مثالا بخصوص اللعب دوما بتشكيلة واحدة بقية اللاعبين لن يتطوروا بالتأكيد على مقاعد البدلاء وعندها لن تجد البديل إذا احتشت له وقتها الكل سيقول لي بأني أخطأت بعدم منحه الفرصة يجب أن تعرف ماذا تريد من المباريات الودية مع أني لا أفضل تسميتها بالودية فكل المباريات رسمية بالنسبة لي كابتن منذ توليك تدريب المنتخب البحريني شكلت اختياراتك لنقل صدمة للشارع الرياضي البحريني باستبعادك لأغلب لاعبين الخبرة والاعتماد كليا على لاعبين الشباب هل تعتقد بأنك لحد الآن وفقت في هذا القرار؟ أعتقد نعم لأن كل خطواتنا سليمة حتى الآن لقد ذكرت بنفسك النتائج قبل قليل وقلت بأننا لم نخسر سوى أربع مباريات واحدة منهم من عمان في كأس الخليج بهدف عكسي وكنا يومها الأفضل في كل شيء حسب الأحصائيات الثانية من الإمارات هناك على أرضهم أعتقد أن النتائج تتحدث بشكل جيد تأهلنا بالتصفيات الأسيوية من المركز الأول بثلاث عشر نقطة وأرقامنا تضعنا في المركز الثالث بين كل المنتخبات إذا كنا لا نلعب بشكل جيد فلما الكثير من الجماهير تقف خلف المنتخب وتسافر من أجل تسجيعه كما حصل بالكويت لذلك أعتقد بأن أغلب التغييرات كانت جيدة لنا ففريقنا أصبح أقوى وبحالة جيدة الآن المجموعة متجانسة وتقوم بتسجيع بعضها البعض الجميع يشعر بهذا الجو الإيجابي وهذا ليس بعمل وحده إنه عمل الطاقم كاملا فلدي مساعدين رائعين عدان إبراهيم سابقا وخالد تاج حاليا وكذلك الإداريين يقومون بعمل ممتاز عارف وعبد الله هو الدكتور ناصر ومن خلفهم الدعم الكبير الذين تلقاه من أعضاء إدارة الاتحاد كلهم يقومون بعمل رائع ويسهمون بخلق هذه الأجواء الصحية التي أثمرت هذه النتائج ولك أن ترى كيف تلقى لاعبون العديد من العروض الاحترافية بعد كأس الخليج سيد ضياء انتقل بالفعل إلى الكويت وأعتقد في الصيف القادم من المفترض أن نشاهد لاعبان أو ثلاثة يوقعون عقودا احترافية كذلك كل ذلك بسبب الصورة الجيدة التي ظهرنا بها لذلك أنا راض تماما عن التشكيلة وأعتقد بأن الخطوات التي اتخذتها إيجابية للغاية كابتن طوال الفترة التي توليت فيها ترريب المنتخب البحريني قلت قبل قليل بأن باب الأحمر مفتوح للجميع لكل اللاعبين ولكن يرى الكثير بأنك لا تقم باستدعاء اللاعب الذي يقدم أداء مميز في الدوري ولا تستبعد اللاعب الذي ينخفض مستواه بصورة واضحة في الدوري لذلك ألا تعتقد بأنك مصمم على اختيار 21 لاعب ولا تقم بتغييرهم طوال الفترة في كل أنحاء العالم الوضع مشابه الكثير من الناس يحبون كرة القدم والكثير منهم يتابعون التلفاز ويصبحون وقتها مدربين دوليين يفهمون في كل شيء التشكيل والاختيارات ولكن فعليا هناك شخص واحد يملك القرار في ذلك وهو مدرب المنتخب الوطني يمكننا أن نتناقش عن الكثير من الأسماء إذا رغبت في ذلك ولكن صدقني إذا أتيت في يوم من الأيام للملعب في مباريات الدرجة الأولى أو الثانية ولم تجدني اتصل بي واسألني عن سبب غيابي أنا أحضر المباريات بشكل أسبوعي وأحيانا أحضر مبارتين في نفس التوقيت بأن أتواجد شوطا في كل منهما أو أرسل مساعدي للأخرى كذلك أحضر أحيانا تمارين الأندية وأشاهدهم كيف يعملون وكيف يتدربون هكذا نقوم بعمل تقييم شامل للعبين ليس فقط من يسجل هدف أو هدفين نقوم باستدعائه في الأسبوع التالي يجب أن تتابع اللاعب على المدى الطويل وإذا رأيت الأسماء التي اخترتها منذ أول يوم لتواجدي هنا ستجد استقرارا على 75% من التشكيلة والتغيير يأتي في البقية الجدل الأكبر الذي تواجهه هو مركز الهجوم لو عدنا إلى قائمة الهدفين في دورين المحلي الذي انتهى للتو سنجد بأن المهاجمين المحليين المتصدرين لهذه القائمة لا وجود لهم نهائيا في تشكيلتك بينما أنت تعتمد على مهاجم قد لا يتواجد حتى مع المراكز العشرة أو حتى العشرين الأولى نعم أنا أعلم ذلك لكن إذا ترى لنتائج المنتخب فنحن راضون بهذا الوضع إذا كنت تقصد مهدي عبدالجبار فهو يلعب للاتحاد الفريق صاحب المركز الأخير في الدوري ماذا بإمكاني أن يفعل في هذا الوضع؟ مهدي في أغلب مبارياته يواجه ثلاث مدافعين وحيدا ولا يجد دعما كبيرا من الذي خلفه ولكن لو كان يلعب لأحد الأنذية الكبيرة كالمحرق والرفاع فستجده ضمن أفضل الهدفين لكنه الآن مع الفريق الأخير الذي يواجه ضغوط في كل مباراة إلى أن هبط للدرجة الثانية كيف له أن يقدم أفضل مستوى له؟ لكنه عندما يلعب للمنتخب فهو يساعدنا كثيرا الأمر ذاته ينطبق على عبدالله يوسف الذي أعتبره واحدا من أفضل المهاجمين في البحرين تحركاته جيدة ويملك بنية ممتازة ولكنه لا يشارك باستمرار وذلك راجع لمدرب المحرق بالتأكيد لذلك لا تجده ضمن قائمة الهدفين بينما يمكنك مشاهدة مستواه الحقيقي في مباراتنا الأخيرة مع تركومنستان كان الأفضل يومها والأرقام تشهد له بذلك وأرى بأنه جاهز لخوض أي تجربة احترافية خارج البحرين أنا أفهم جيدا بأن مشجعين الأندية غالبا أرغبون بمشاهدة لاعبيهم في المنتخب وتسجيعهم وإثباتي بأنهم الأفضل وذلك يحصل حتى في بلده ونقول بأن هذا المدرب غريب لعدم اختياره هذا اللاعب لكن أنا أطلب ثقة الشارع الرياضي وبأن يتأكد بأن لا أضع التشكيل وأنا جالس في البيت ولكن من خلال مشاهدتي لكل مباريات الدوري وتحليلها بالبرامج والإحصائيات لذلك أنا راضي تماما عن المهاجمين ألا ترى بأن هناك بعض التناقض في تشكيلتك مثلا عبلوهاب علي كنت لا ترغب بضمه في كأس العالم العسكرية ولكنه بعد ذلك أصبح اللاعب رقم واحد في تشكيلتك وكان هذا واضحا في كأس الخليج في الكويت نعم أنت محقا في ذلك هذه إحدى الأخطاء التي وقعت بها دائما أنت بحاجة لقائد للمجموعة ومن يستطيع أخذ هذا الدور اللاعب الأفضل في الفريق بالتأكيد له القائد هو الكابتن الحقيقي الذي يساعدك في غرف الملابس وفي الاجتماعات والفندق والسفر وداخل الملعب بطبيعة الحال هذه الصفات يملكها عبد الوهاب خطأي بأنني كنت أعتقد بأنه كبير في السن وفضلت عليه بعض اللاعبين الشبان ولكن افتقدت لقائد للمجموعة منذ تواجده قدم لنا الكثير من المساعدة وأنا بالمناسبة أتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود بحال أفضل لننتقل إلى لاعب آخر سيد مهدي باقر لم تقم باستدعاه لمعسكر الشيك الأعدادي لبطولة كأس الخليج وقمت باستدعاه قبل أيام قليلة فقط من البطولة بعد ذلك تألق اللاعب وقدم أداء جدا مميز هناك في الكويت أعتقد بأن هذا الأداء المميز الذي قدمه أنقذك من مسألة عدم استدعاء لاعبين مميزين في مركز الدفاع من أصحاب الخبر العالي مثل سيد عدنان وإبراهيم العبيدلي وغيرهم من اللاعبين كما قلت لك مسبقا نحن نفكر ببناء منتخب لأجل كأس العالم 2022 نبحث عن الأفضل بعمر صغير قلت لي سيد عدنان وإبراهيم العبيدلي بالتأكيد هم لعبون مميزون جدا ويقدمون مستوى كبير وأنا أثق بهم لكن لو لعبوا تلك البطولة هل كنت ستكسب لعبا مميزا للمستقبل تثق به كسيد مهدي؟ بالتأكيد له وهذا ما كنت أقوله أعتقد إذا رغبت في تجربة لعب ووضعه تحت اختبار فعلي فكأس الخليج هو أفضل اختبار لا تقل لتصفية الأسيوية ولا غيرها من المنافسات كأس الخليج بطولة قوية من الجانب الإعلامي والجماهري وتصاحبها الكثير من الضغطات أعلم بأنني أخذت المخاطرة بذلك ولو أني خسرت كل المباريات فلن تجدني أتحدث معك اليوم ولكن لم أستدعيه للمعسكر لأن وقتها كان معنا في التشكيلة الأولية وكان بعيدا عن المباريات لقرابة الشهر ونصف ولم يكن في قمة جاهزيته بعدها شعر مهدي بأنه يفرط بهذه الفرصة واشتهد كثيرا في التدريبات والتقارير التي تصلني من مدرب نديه تذكر بأنه تطور كثيرا في الفترة الأخيرة وهو ما شاهدناه بالفعل في الدور قبل كأس الخليج لذلك كان الموعد مناسبا لضمه لكأس الخليج كونش تدور بعض الأحاديث في الأوساط الرياضية في المملكة بأنك تقوم باختياراتك بناء على الأمور الشخصية أو أنك تزج الخلافات الشخصية في اختياراتك لللاعبين على سبيل المثال هناك حديث بأنك لم تقم باستدعاء سيد محمد جعفر وكذلك سماعيل عبدالطيف منذ خلافك معهم في الصين تايبي كذلك أيضا محمد الرميحي منذ مع سكرالشيك وأيضا سيد محمد عدنان كذلك فتعليقك على هذا الكلام ردي بسيط للغاية كما قلت بشأن سيد عدنان والعبادلي سيد جعفر واسماعيل من أفضل الأسماء الموجودة في البحرين على الإطلاق وسبق وأن خدمون كثيرا في الفترة الماضية لكن يجب علينا التفكير بالمستقبل ومن خلال خبرات السابقة إذا استدعيت لعبا كبيرا أو مشهورا وأبقيته على مقاعد البدلاء فذلك أمر سيء للغاية هناك مدرب أخبرني سابقا بأن اللاعبون الكبار عندما تستدعيهم فعليهم المشاركة إذا كنت غير متأكد مئة بالمئة من مشاركته فلا تقم باستدعائه أفضل لك المسألة ليست متعلقة برأي أو رأي ذاك المدرب أنا أبحث عن من يطبق أفكاري وستراتيجيتي داخل الملعب الموضوع ليس فقط لأن مختلف معي بالرأي فأنا قمت باستبعادهم بالعكس الجميع منا بحاجة لسماع رأي مخالف له ولكن أنا كمدرب إذا قررت اللعب بطريقة معينة فسأبحث عن من يطبق هالي ويحترم قراراتي كذلك محمد الرميح لقد ساعدنا في الفترة الماضية وسجل الهدف الفوز في لقاء الذهاب مع تركومستان وأنا أشكره وبقية اللاعبين على كل ما قدموه لنا علينا النظر الآن إلى الأمام إسماعيل تجاوز الثلاثين وسيد جعفر كذلك أتعتقد بأنهم سيستمرون باللعب إلى 2022؟ نعم أنا أعلم ذلك لكن لا نستطيع تغيير الجميع دفعة واحدة في بعض المراكز تملك البدلاء لكن في مراكز أخرى لا كابتن هناك أيضا من ضمن الخيارات الهجومية المتاحة عندك سيد هاشم الذي صرحت بأنه لا يمتلك الخبرة الكافية التي تؤهله للعب مع المنتخب الوطني على الرغم من أنه فاز ببطولات محلية مع فريقه المالتية وكذلك يشارك مع كأس الاتحاد الأسيوي يشارك مع طريقة حاليا في منافسات كأس الاتحاد الأسيوي هاشم أعرفه بشكل جيد أعرف كل ما يتعلق به لكنه لا زال بعمر المنتخب الأولمبي وإذا تبعته في مباراة الإمارات الأخيرة فهو لم يسجل فيها بقية المهاجمين هم من سجلوا الأهداف وإلى جانب سيد هاشم لدينا ستة أو سبعة لعبين في المنتخب الأولمبي جدا مميزين كسهوان وعبدالعزيز وخالد وسيد هاشم ومن الدرجة الثانية مهاجم لبدي أحمد الشروقي هناك الكثير من الأسماء نضعهم في الحسبان وأنا شخصيا سأغادر في الفترة المقبلة إلى إندونيسيا لمتابعة البطولة التي سيلعبها الأولمبي هناك لأطلع عليهم بشكل أكبر في التمرين والمبريات سيد هاشم هو أحد هذه المجموعة المميزة والذي سيجد مكانه يوما ما ولكن الآن عليه العمل بشكل أكبر وأن يثبت لي بأنه الأفضل ويكتسب المزيد من الخبرة لأن المستقبل أمامه والباب سيظل مفتوحا دوما له لنتحدث قليلا عن كأس الخليج خذنا أربع مباريات عدلنا في اثنتين خسرنا في واحدة وفزنا على المنتخب اليمني بكل صعوبة هل تعتقد بأن ما حدث في الكويت كان إنجازا؟ أعتقد بالنسبة لي لقد قمنا بعمل رائع قدمنا أكثر من المتوقع منه الكل يعرف جودة المنتخبات التي وجهناها وجودة دورياتها المحلية يبقى منتخب اليمن الذي تعلم صعوبته وشراسته كذلك ولقد تأهل الشهر الماضي لكأس الأمم الأسيوية أعتقد للمرة الأولى في تاريخه الكثيرين قالوا فقط واحد صفر أمام اليمن لكن ارجع للمباراة ستجدنا خلقنا أربع أو خمس فرص حقيقية للتسجيل في الشوط الأول ولم نسجل هم مقاتلون في أرض الملعب وبالمناسبة فقد تلقيت الكثير من رسائل الشكر والتقدير بعد تأهلهم لكأس أسيا مما أثلج صدري الجميع الآن يقول لي كابتل لقد أسست لنا منتخبا قويا بما أن كابتل تحدثت عن كأس الأمم الأسيوية هذه البطولة المقبلة الكبيرة التي تنتظر منتخب البحرين ما هو الهدف الموضوع من قبالكم لهذه المشاركة وما هو الدور الذي تعد الوصول له هدفا لك أريد الفوز بكأس أسيا أنا كمدرب أرغب في الفوز بكل مبارا وكل مدرب في العالم كذلك لا أحد يفكر في الخسارة أو التعادل يجب علينا احترام النفسين ولكن ليس الخوف منهم من المستوى الأول بالتأكيد أننا سنواجه منتخبا كبيرا كليابان أو كوريا أو استراليا والمستوى الثاني صعب كذلك إذن ماذا بإمكاننا أن نفعل حيال ذلك؟ أولا أن نفكر بتأهل للدور الثاني لأن الفرصة متاحة في ظل صعود اثنان من كل مجموعة بالإضافة لأفضل متخبات في المركز الثالث لذلك لنرى أول من سنواجه وبعدها لدينا ثمانية شهور للإعداد في الصيف سنعسكر فيلشيك لمدة عشرون يوما وأعمل على ترتيب ثلاث إلى أربع مبريات قوية هناك بعدها لدينا ثلاث فترات لأيام الفيفا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر نرتب لخوض مبريات هدية مع منتخبات أسيوية تكون بمثابة اختبارات فعلية قبل البطولة وإذا كانت الظروف جيدة وكل الأمور تسير على ما يرام فالفرصة متاحة لتحقيق أهدافنا نتكلم عن تصفيات كأس العالم التي ستبدأ أيضا في نهاية العام الهدف المعلن هو الوصول لكأس العالم لأول مرة هل تعتقد بأن منتخبنا الحالي قادر على تحقيق هذا الحال؟ نفس الجواب ذكرته مسبقا بإمكاننا فعل أي شيء وكل منتخب بإمكانه التأهل لكأس العالم ولكن عد للنقاط التي ذكرتها وأهمها أتمنى النظر جديا في أوضاع اللاعبين والتحدث بشكل أكبر مع الجهات المختصة من أجل التقدم نحو الاحتراف لا أعلم إن كان بالإمكان تطبيق ذلك في الموسم القادم أم لا ولكن بالفعل هذا الأمر سيغير الكثير وسيطور مستوى كل اللاعبين وعندها نستطيع التأهل إن شاء الله كابتن شكرا لك على تواجدك معنا ونشكرك على رحابة صدقك وإجابة جميع هذه الأسلام كلمة أخيرة والتوجيهة قبل نهاية اللقاء شكرا على دعوتكم وأود القول في النهاية لجماهير البحرين ادعموا المنتخب ووثقوا بنا نتمنى رؤيتكم في المباراة الودية والرسمية إذا تذكرون كيف كانت الأجواء رائعة في كأس الخليج وكيف شكل لنا ذلك دعما كبيرا ولكن في بعض الأحيان يؤسفني بأن نلعب هنا في البحرين ولا نجد من يدعمنا الكرة بدون جماهير لا شيء بالفعل نتمنى طبعا أن تلبي الجماهير البحرينية هذا النداء وصلنا معكم مشاهدين إلى ختام هذا اللقاء الخاص والاستثناء مع مجرم منتخبنا الوطني لكرة القدم السيد ميروسلاف سكوب تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر